السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في فيديو جديد ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل اللي وقفنا عنده في الفيديو اللي فات واخر حاجة كنا عملناه ان احنا رسلنا الاوتلاين وخلصناه في رسمة التكوين ده ان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنتعلم ازاي نظلل بشكل واقعي واحترافي قبل من نبدأ الفيديو لا تنسلاش تصلي عن نبي تعمل لايك للفيديو اشترك في القناة فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد يلا نبدأ قبل ما نبدأ نظلل لازم نكون عارفين حاجة مهمة جدا ازاي هنبرى الالم وايه الفرق مردنا الطرق اللي احنا ممكن نستعملها وايه هي اصلا الطرق اللي احنا هستعملها الطرق اللي احنا ممكن نستعملها في فري الالم الطريقة التقلودية اللي هي البراية والطريقة التانية اللي بتسعملها الفنانين اللي هي الكطر او المشروط يلا نبدأ ونشوف الفرق بتطبيق اعمالي اول حاجة نجيب من القلم هون هنبربل براية دي الطريقة الاولى تمام؟ نجيب بعد الطرقة التانية للطرقة الكطر ازاي نستعمل الكطر اصلا نحن نجيب الالم تمام؟ اول حاجة نجيب الالم هون لما انت صغير خلي حد من اهلك اللي عمل لك الحركة دي عشان القطر خطر ممكن ان تعوار اي ذاك حتى اول هو انت كبير ممكن ان تعوار اي ذاك الطريقة دي عشان عشان نشتغل بالطريقة دي لازم نكون واخدين بالنا او احنا شغالين ونشتغل بهدوء خالص لانه استعجلنا في اي لازة ممكن يستعمل القطر يلا نبدأ بسم الله اهو القطر اهو هنحط القطر عند مثلا اثنين سنطر مثلا من خشب الالم ونزق بصابع نلم الصابع ده هو اللي يزق مش نتقيل ايدي ما تزقش الصابع ده هو اللي يزق يلا بسم الله اهو نزق بالراحة اهو نشيل تمام؟ واضح يلا نكمل بنشف القلم وبنفس الطريقة ايه اللي بيزق؟ صابع ده اللي بيزق اهو واضح 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 تمام؟ بالراحة عشان ممكن لو يسرعنا في اي لازة الالم هيتقصف تمام؟ احنا هنا لسه في حتة الخشب اه ممكن ما يبقاش قد كده يعني في خطر عشان انت مش صعب تقصف قد كده بس سن يبان لازم تبقى بالراحة خالص خالص تمام؟ اهو نشوفوا بقى السن هيبدأ يبان اهو خلاص اهو السن بدأ يبان اهو بالراحة خالص اهو علمه لك عشان ما تقصفش الالم والالم كده الطريقة ده يخلص بسرعة جدا السن بدأ يبان معيه زي ما انت شايفين اهو براحة خالص ماشي؟ اهو 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 تمام؟ كده انشلت الخشب من على السن اللي تبقى السن بس تمام؟ ممكن نستعمله كده اهو لو جينا نستعمله هنقاش عالغاية تمام؟ بس الالم هتلاقي السن زي ما يكون اهو تمام؟ عم يجي نحكه في الورقة هيبقى ناعم كده فاحنا عايزين نددلو اهو سنة خشونة عشان يطلق رصصة اكتر هنجيب صنفرة نعمة اه ماشي ماشي الالم عليها اهو نجيبها ايه هصبر هرض اهو تمام؟ طيب انا كده الديت هخشونة للجوان لو انا عايز ارفع السن اعمل ايه؟ بسيطة عم هنجيبني الصنفرة تانين هكده حطيني الالم في النص اهو هدوس بس ايه؟ هيحفخة تقريبا بقى صنور فاير ثم بعدين هنعمل اه هنروح نجيب منديل منديل اهو ندوق كده على الدنيا تمام؟ ننظف كده طيب احنا كده جربنا الطريقة الاولى اه؟ والطريقة العادية تمام؟ هنشوف بقى شايفين فرق صول السن الوقتي في ممكن طريقة تانية برضو نعملها لو مش حابين نعمل طريقة الصنفرة دي ان احنا نرفع السن تمام؟ ايه هي بقى الطريقة التانية؟ ان احنا بسا عندنا الام هو ما يبير بنفس الطريقة اهو سنه مش رفيع تمام؟ فانا هعمل ايه؟ هجيب البرية احط الالم فيها اهو ومن غير مما يزوق قاوي الالم اللف بس كده بالراحة بالراحة خاصة لان السن ما تقطنش واشيل اهو بالراحة لف الالم بالراحة خاصة تمام؟ اهو بقى عندي سن طويل اهو تمام؟ ليه سن طويل؟ السن طويل عشان يخدم في المساحات لو انا عام مساحات واسعة ننظف كده بس ليه احنا محتاجين نعمل سنه رفيع او ايه فايدة السنه رفيع اصلا في التزليل؟ في التزليل هوريكم تطبيق اعمل اهو نزوم بس كده حتة دي تمام؟ اهو ده السنه رفيع لبرنامو البراي تمام؟ هنقوم جايين اهو مسكن القلم كده تمام؟ كده نوع نظل تمام؟ واضح ايه التزليل اخد منينا شوية وقت نجي بقى بالقلم اللي برنامو الكتر اهو واضح طبعا ان اللي برنامو الكتر اسرع بكتير ويملق مساحات بسرعة اكبر من الطريقة العادية ده في حاجة يكمل الموضوع ده لانك لو انت في الاول لو جيت تسعب من الطريقة دي وانت بتزلل ممكن السنة تكسر منك لو انت تضغط على القلم جامد فبراحة خالص احنا شغالين اهو براحة خالص هنا بقى لو انت بتشتغل والتكت برضو على ايدك بالجامد هتمن خطوط في التزليل اهو تشوف ممكن تماما خطة زي كية في التزليل وانت بتضغط جامد تمام عشان نوصل لدرجة رامقة فو احنا بنظلل مش هنتك على القلم جامد لا هندله طبقات مثلا هنقوم جيين كده ايدي خفيفة على القلم مثلا انا عايز اغمى الطبقة دي وعايز يبدي فتح هنقوم جاي حط الطبقة تانية عايز اغمى اخط طبقة ثالثة عايز كما اخط طبقة رابعة كما تزود طبقات حتى ما توصل الطبقة اللي انت عايز تمام وانا برسم بقى في الامريجي انطبق هنا وانا برسم ما ينفعش تعمل المنظر ده اللي هو على طول من غامق روحنا على طول فاتح الكلام ده غلط ما ينفعش لازم ما تيجي تروح من غامق لفاتح يكون في درجة وسط فعشان يجيب الدرجة وسط ده نعمل ايه هنوح من الغامق وهم عاطين طبقة نمشي على الفاتح وانحنا مرحلنا للفاتح نخفين على الرسم ايه نخفين تاني اهو نخفين اهو تمام بقى عنده درجة غامق اهي عندي درجة فاتحة وعندي هون في النص ايه دي درجة وسط تمام وانا بظلل بقى ودامك اكتر من خيار ممكن تستعمله وانت بتظلل وفيه لتظليل انواع كتير فيه طريقة اسمها الهاتشنج اللي احنا بنقوم جايب بين الالم بنوعديه مخطوط كجنب بعض في اتجاه واحد اسمها هاتشنج تمام؟ فيه طريقة تانية اسمها كروس هاتشنج عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا بجيب الالم واعمل خطوط برضو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يلا نكمل هنبدأ بقى في التظليل اشتركوا في القناة بعد ما اتأكدنا ان احنا رسمنا اوتلاين مظبوط تماما يعني شايفين ان الشكل اللي في التليفون هو هو الشكل اللي على الورقة هنبدأ نشطب المحاور اللي احنا عمل له هنشطب المحاور بها عندنا اكتر من حل تمام؟ الحل اللي هو الاستيكال العادية للسودا واحنا نشطب هنشيل جزء كبير من الرسم انا لو بصنا كده حتة قطع هنرجع نيدها تاني اهو طيب انا لو مش عايز الحرج اللي تحصل معي هعمل ايه؟ عندك اكتر من حل اول حل دي اسمها استيكالام برضو صلناها ضخين فهنعمل ايه؟ هنجيب القطر اهو والقوم جايين اخدينها بالجنب جا تمام؟ ايه نحاول نعمل نبوسها ايه؟ بسا لها شوية اشتركوا في القناة 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 اهو كده تمام اهو اهو ده ماركت ده درجة الدرجة اللي بعد كده نستعمل درجة احيي بنستعمل عشان نستعمل او حوالين اماكن الاضاءة تمام؟ زي ما اتفعنا ما ينفعش اوصل من غام الفتح يعني ما ينفعش ام جاي من الدرجة دي ام حطط الدرجة دي حواليها على طول لازم يكون فيه تدريج في التزليل لان التدريج هو اللي بيحل التزليل شباب يكون اوصلنا نهاية فيديو النهاردة اتمنى يكون الفيديو عايبكم لو عايبكم ما تنسونوش بلايك اشوفكم الفيديو الجاي سلام